التطورات الكبيرة على الساحة الدولية تلقي بضلالها على علاقات العراق الخارجية لا سيما مع جيرانه لتضع الحكومة الحالية في بغداد أمام طريقين إما العودة إلى الحاضنة العربية التي تعيش أزمات تلو الأخرى أو إيران التي تسيطر على مراكز القرار في العراق الأحزاب ذات الولاء الإيراني والمتنفذة في الحكومة تسعى وبشكل متواصل إلى عدم إعادة العراق إلى العمق العربي والدفع باتجاه زيادة النفوذ الإيراني ونسيان ماضيهم في حرب الثماني سنوات التي حصدت نحو مليون قتيل فيما تتعالى أصوات بعض البرلمانيين من منظمة بدر المعروفة بولائها لإيران بعد ساعات من زيارة رئيس الحكومة الحالية عاد العبد المهدي إلى السعودية لتظهر مخاوفها وتشكيكها بنوايا الرياضي في إعادة العلاقات مع بغداد عبد المهدي أشار إلى أن الزيارة إلى السعودية ملفاتها مكشوفة أمام الجميع وذلك لطمأنة الإيرانيين بأن العراق لن ينقلب عليهم ويبدو أن القوى السياسية الموالية لإيران في أزمة حقيقية ولم يعد بمقدورها التغطية على حجم الأضرار التي لحقت بالعراق خلال الخمسة عشر عاما الماضية فقد جربت إيران طيلة هذه السنوات العجاف فنهبت أموال العراقيين وفككت وسرقت مصانعهم ودمرت مزارعهم ولم تسمح لأي فرصة تنموية يمكن أن تنازع بضائعها اجتماع رؤساء برلمانات دول جوار العراق في بغدال الذي لم تتجاوز فترة عقده ثلاث ساعات أكد في البيان الختامي على ضرورة استقرار العراق وإعادة بنائه لكن ما يترجمه الواقع لا يدل على الاستقرار والبناء والثلاثون مليار دولار التي وعدت بها الدول المانحة في مؤتمر الكويت بداية العام 2018 لم تصل حتى الآن ويبقى التباين كبيرا في وجهات النظر حول مبررات الحكومة في بغداد والتي لم يكتمل نصابها بعد إلى التحرك نحو الوسط العربي بين من يعتبرها محاولات لفك أزمات اقتصادية وأمنية والعودة للحضنة العربية والابتعاد عن النفوذ الإيراني وبين من يعتبرها منسجمة مع رغبة إيران بجعل حكومة بغداد حصانة روادة لخرق البيت العربي بهدف إفشال العقوبات الأمريكية على إيران ترجمة نانسي قنقر